جربوا طريقتي في بورجر السمك والروبيان ممارة لذيذة أول شي بنجهز سوس التارتار يعتبر أساسي في الوصفة مايونيز وماسترد بشر ليمون وعصير ليمون ونضيف مخلة لخيار ضيفت سويتراليش وبقدونس وشبت ثوم بودرة وفلفل أسود ونخلطهم طبعا الكيبرز والبصل أساسي فيهم أنا ما أضفتهم نقطع في ليس سمك إلى أجزاء بعد كذا نجهز خليطة دقيق ونضيف عليه البيرة أو الموية الغازية أنا أضفت موية غازية وخلطت دقيق وبهارات الآن نسخن الزيت ونحط السمك أو الربيان في الخلطة وعلى طول في الزيت بعد ما يصل لدرجة الحرارة المطلوبة نقليه تقريبا ما يطول في القليل لحد ما يصعد على السطح ويحمر لونه الآن نجهز الساندوتش حطينا صوس التارتار حطينا السمك الجبن الكولسلو وخلاص صار جاهز وبألف عافية عليكم ألذ بورغر ممكن تاكلونا